الموز المجفف أحد أفضل الأطعماء المجففة وذلك لأن تركيبة الكيميائية لا تتأثر من عملية التشفيف فقد وجد الباحثون أن تشفيف الموز في درجات حرارة تتروح ما بين 70 إلى 80 درجة مئوية لمدة طويلة لا تؤثر على خصائصه وقيمته الغدائية يتشابه كيلا من الموز المجفف والموز الطاجج باحتوائه على نسبة عالية متمثلة من السعارة الحرارية والسكر والبروتين والفيتامينات المتعددة والبروستينات كما أنها شبخالية من الدهون أما الاختلاف يكمن في احتواء الموز المجفف على نسبة ألياف أعلى من الموز الطاجج بينما يقل أسوديوم في الموز المجفف عن الموز الطاجج وهذا لا يعبر كثيرا من الفوائد المشتركة بينهما يحتوي الموز المجفف على عنصر البوتاسيوم الذي يسهم في خفض ضغط الدم ووقاية القلب والآوية الدموية من المخاطر الصحية احتواء الموز المجفف على البوتاسيوم السبب وراء قدرته على المساهمة في حماية الكلا من الحصى لذلك ينصح بتناول الأشخاص الذين يعانون من حصى الكلا يعد الموز المجفف من الأطعمة المساهمة في الوقاية من السرطان وذلك بسبب احتواء الموز المجفف على البروتين الليكتين والليكتين هو مصدر تأكسد يساعد على إزالة الجذور الحرى التي تزيد من خطر إصابة بسرطان انتراكمت وازدادت في الجسم يساعد في تحسين مزاج يساهم في الحفاظ للذاكرة يعزز القدرة التعليمية عند الأشخاص أما عن طريقة تحضير تجفيف الموز في المنزل سخن الفرن عند درجات حرارة 130 درجة مئوية قشر الموز ثم اقطع إلى شرائح رفعة دع الموز في عصر الليمون وقلب جيدا ثم تركه جانبا لمدة 20 دقيقة رس الشرائح في سينية مغطات بورقة زودة دع الصينية في الفرن لمدة 60 دقيقة ثم قلب الشرائح على الجهات الأخرى دع الصينية مرة أخرى في الفرن لمدة 45 دقيقة ثم خرج الموز وترك يبرد تماما دع الموز في برتمان زجاجي نظيف ومحكم الإراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر